السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيفكم شباب اه اليوم راح اشارك اه معكم اه شغلي صارت معي اليوم وهي عملية احتيال عن طريق اه شركات الشحن اه طبعا انا بشتغل اه بمنتج ببيعه عندي هون في بلدي اه وطبعا من الطبيعي تعرضوا على مواقع التواصل اجتماعي عشان يشوفوا اكبر عدد من الناس طبعا حاط رقم تليفوني فبتفاجأ بعد يومين بدخل عليه رقم اه دولي اه بصورة بنت وانهم اه بشتغلوا في التجميل ومش تجميل من هذا الكلام وبسألنا عن المنتج كويس مش كويس وعن السعر فالمهم بطلب كمية وبقول لي ادفع عن طريق اه شركة فيديكس فانا شاك في الموضوع فقود خلينا امشي بالموضوع للاخر فبعد الاتفاق طبعا انا بحب افتح الواتساب على الكمبيوتر وخاص اذا في لينكات غريبة افتحها عن طريق الكمبيوتر لانه عندي انتي فيروس للحماية والحامي ربي العالمين فببعثوا لي معلومات الدفع فضغط على الرابط اجتني الصفحة بهذا الشكل فعشان تتأكد من الصفحة مثلا نيجي نضغط على شعار الموقع نضغط عليه طبعا نفتح معانا اياش الموقع الرئيسي للشركة هون ما في اي مشاكل اه نيجي بعدك نرجع لهاي الصفحة بننزل لها تحت المفروض هاي الروابط تفتح طبعا شايفين مسكر ما في وهمية فيديكس ما في كريتس ما فيش مش شغالي يعني هاي برضو هون نفس الاشي يعني هاي الصفحة مزورة عشان تتأكد كمان بعطيك هون معلومات التراكينج اي دي بنيجي على الرقم نضغط عليه كوبي بنيجي على الموقع الرسمي تراكينج اي دي بنيجي نشيك على الرقم زي ما انتم شايفين ما في اي معلومات عن التراكينج نمبر الموجود يعني اياش الصفحة مزورة كمان نرجع على الصفحة المزورة طبعا هون معطيني اياش المساري اللازم استلمها لو ضغط طبعا معطيني هون معلومات كاملة انه اسم الباعث وانه انا هاضي عنواني طبعا مش عنواني ما بعرف من وين جابوه وهون التراكينج نمبر وهون حجم المنتج طبعا يجي لو ضغطنا على رسيف وين بيوديك على صفحة الدخل اللي عليها معلوماتك البنكية معلومات بطاقتك الفيزا كارد او الماستر كارد طبعا هاي الصفحة برضو مزورة انا من الصفحة اللي قبلها طبعا لو دخلت معلوماتك هون اي اشي بحسابك البنكي طار بيجوا بيشتروا وانت ما معا خبر فديروا بالكم من عمليات الاحتيال اه لانه الوضع العام تقريبا الاقتصادي في العالم صعب بعد جاعة كورونا فصار يستغلوا اي نقطة ينصبوا فيها على الناس اه ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الشرح وديروا بالكم تقعوا في عمليات النصب وشاكل الكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة